اشتركوا في القناة 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 عند شخص سيفنى ويأكله البلا مثله مثلهم وغفل الكثيرون مننا عن أشرف ذكر قد نذكر به منذ ولدتنا أمهاتنا وحتى نلقى ربنا جل وعلا بل حتى يرث الله الأرض ومن عليها غفلنا عن موعود من لا يخلف المعاد حين قال عن نفسه جل وعلا فاذكروني أذكركم وأي تشريف أعظم من هذا عندما تكون مذكورا عند رب السماوات والأرض والله إنها لمن أعظم المنح ولكن نحن عنها غافلون وبعظيم فضلها زاهدون ولست أدري هل نحن عن جزيل ثوابها مستغنون أم بما هو خير منها مشغولون القضية حقا تحتاج إلى التفكر مصيبتنا عظيمة إذ إننا فرطنا في أيسر العبادات وأسهلها وأخفها في حين هي من أعظم العبادات ثوابا وينال المتعبد بها أشرف مكانا يقول ربنا جل وعلا فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمرتكم به وفيما أنهاكم عنه أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم ويقول ربنا جل وعلا أنا ذاكر من ذكرني وزائد من شكرني ومعذب من كفرني واشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته لأنبياء وأصفيائي ولا تكفرون يقول جل وعلا لا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم ولكن اشكروا لي عليها وأزيدكم فأتمم نعمتي عليكم وأهديكم لما هديت له من رضيت عنه من عبادي فإني وعدت خلقي أن من شكر لي زدته ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته عن زيد بن أسلم قال إن موسى عليه السلام قال لربه أي ربي أخبرني كيف أشكرك فقال له ربه تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني يقول ابن القيم رحمه الله إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم في ذلك العمل ذكرا لله عز وجل فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل حال تصدقهم وأفضل الحاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل في حجهم وهكذا في سائر الأمور ومما يثير العجب أيضا في نفس القارئ قول ربنا جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الصلاة وأقم الصلاة تشتمل على شيئين الأول منهما الصلاة تشتمل على ترك الفواحش والمنكرات يعني أن المواظبة عليها تحمل على ترك الفواحش والمنكرات وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر ولهذا قال ربنا جل وعلا ولذكر الله أكبر أي ذكر الله أكبر من ترك الفواحش وعن ابن عباس رضي الله عنه في قول ربنا ولذكر الله قال ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكركم إياه كما أن مقت الله للكافرين أكبر من مقتهم أنفسهم أو أن المقصود أن ذكر الله تعالى أفضل من كل شيء سواه وهذا هو ما ذهب إليه أبو الدرداء رضي الله عنه وسلمان الفارسي وقتادة من التابعين ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه زاد المسير قيل لسلمان أي الأعمال أفضل فقال للسائل أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر وهل الإكثار من ذكر الله تعالى مطلوب وإن كان مطلوبا فما حده ربنا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يقول النووي في كتابه الأذكار سئل الشيخ الإمام أبو عمر بن الصلاح عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال إذا واضب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقد جعل ربنا جل وعلا كثرة الذكر من أسباب الفلاح عند لقاء عدو فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الذكر سبب للرجوع عن المعاصي سواء عند الهم بها ولكن قبل فعلها أو بعد فعلها فذكر الله عز وجل معين على التوبة والرجوع إلى الطاعة التي سبب لخلاصك من لوم النفس اللوامة يقول ربنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومعنى هذا أن المؤمن إذا كان كثير الذكر فلابد أن يكون سريع التوبة من الذنوب الذكر يورث صاحبه الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إلى الله عز وجل في كل أحواله فالمكثر من ذكر الله تعالى بين أن يعصمه ذكره من الوقوع في المعصية وبين أن يكون ذكره سببا في التعجيل بالتوبة والاستغفار الذكر طمأنينة القلوب القلقة المضطربة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تلك علامة المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله يعني يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها ألا بذكر الله تطمئن القلوب عبادة الذكر على سهولتها وخفتها يحتاج صاحبها الاستعانة بالله عز وجل عليها لأنها مما تغفل عنه النفوس كثيرا ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني أحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه هنا ينقطع الكلام فلا جزاء أعظم من هذا عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له إن الله عز وجل أمارني أن أقرأ عليك القرآن قال أبي وذكرت هناك يا رسول الله وجعل يبكي رضي الله عنه وذكرت هناك يعني الله يذكرني فانظروا كيف أبكى عظم الجزاء سيدنا أبي ولنعد إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة قول ربنا جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي قيل معناه بالغفران إذا استغفر وبالقبول والإجابة إذا دعا وبالكفاية إذا طلب الكفاية وقوله جل وعلا فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي النفس في اللغة لها معاني منها ذات الشيء والله تعالى له ذات حقيقة ومن معاني النفس الغيب فعلى هذا يكون المعنى فإن ذكرني عبدي خاليا حيث لا يعلم الناس ذكرته بالإثابة والمجازات في غيبي الذي لا يطلع عليه أحد وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه الملأ الملأ أشراف الناس وعظماؤهم الذين يرجع إلى رأيهم ولعل المراد أن الله عز وجل يذكر عبده عند أنبيائه ورسوله وملائكته وهذه غاية التشريف لأن الذاكر لك هو الله جل جلاله والمذكور عندهم هم خيار خلق الله عز وجل ومما يثير العجب في عبادة الذكر ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة في السنن وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى صححه الحاكم والحافظ العراقي والنووي وصححه من المعاصرين الأرنوط قال الحافظ المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير معقبا على هذا الحديث يقول لأن جميع العبادات من الإنفاق ومقاتلة العدو وغيرهما وسائل ووسائط يتقرب بها إلى الله عز وجل وأما الذكر فهو المقصود الأعظم والقلب الذي تدور عليه رحى جميع الأديان هذا الأثر وغيره الكثير دليل على أن الثواب لا يشترط أن يكون على قدر التعب في جميع العبادات بل قد يؤجر الله عز وجل العبد على قليل الأعمال أكثر مما يؤجر العبد على كثيرها وفي الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت ولنعالج أرواحنا بهذه الوصفة النبوية التي أرشدنا إليها عند تكاثر الأعمال وتزاحمها علينا والوصفة هي أن نتشبث بذكر الله سبحانه روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بما أتشبث به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة مرت بهم ولم يذكر الله تعالى فيها ومرة أخرى يقول أبو عبد الرحمن أقصد معاذ بن جبل رضي الله عنه ما من عمل يعمله بن آدم أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل وهذه الآثار كلها تأخذ حكم المرفوع لأن هذا الذي قاله معاذ بن جبل مما لا يقال بالرأي والعقل المجرد قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله إن العبد لا يأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى قال مجاهد رحمه الله من استطاع أن لا يبيت إلا طاهرا ذاكرا مستغفرا فليفعل فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه يقول أحد الصالحين ما أعلم معصية أقبح من ترك ذكر الله تعالى قال العلماء من علامات النفاق ثقل الذكر على اللسان فتب إلى الله تعالى يخف الذكر على لسانك قال اللقمان رحمه الله تعالى إن مثل أهل الذكر والغفلة كمثل النور والظلمة والربيع بن خثيم يقول أقلل الكلام إلا من تسع تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وسؤالك الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك للقرآن اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين أتينا إلى فقرة الأسئلة والأجوبة سائل يسأل فيقول هل يجوز بيع الذهب والفضة بالآجل؟ والجواب هذه المعاملة لا تجوز شرعا لأنها من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة لأنها أصبحت أثمانا للأشياء وهذا البيع يشترط في مثله التقابض لأن هذا النوع من البيع يسمى صرفا والتقابض في الصرف مشترط في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء لا من الثمن ولا من المثمن وهي مع كونها ربوية فإننا لمسنا في الواقع أن مثل هذه المعاملة انتهت بالمنازعة بين البائع والمشتري وذلك للطراب السوق بشكل يومي وتفاوت قيمة الذهب بشكل كبير وغير منتظم مما يجعل هذه المعاملة ذريعة إلى المنازعة التي قطع الشارع سبيلها في عقود البيع سائل آخر يسأل فيقول هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره؟ والجواب يحرم على الناذر أن يأكل من نذره مطلقا في المعتمد من مذهب الشافعية وعند الشافعية قول بالجواز ولدى فقهاء المذاهب الأخرى كالمالكية مثلا أجاز الأكل من النذر مطلقا بشرط أن لا يعينه وأن لا يسميه باسم المساكن مثلا ولكن الامتناع عن الأكل من النذر هو الأحوط لأن نذر الذبح إلزام النفس بالنزول عن هذه الذبيحة لله تعالى ومقتضى هذا النزول أن لا يأكل الناذر شيئا ولا يأكل أحد ممن تلزم الناذر نفقته شيئا من تلك الذبيحة والله أعلم سائل آخر يسأل فيقول هل يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام لتعرف نضجه وهي صائمة؟ والجواب ذوق الصائم للطعام لا يبطل الصوم اللهم إلا إذا وصل شيء من ذلك الطعام إلى الجوف وهو جائز من غير كراهة إذا دعت إليه الحاجة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الطعام ما لم يدخل حلق الصائم أخرجه عنه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى لكن إن لم تدع الحاجة إلى هذا التذوق فالأفضل تركه خشية أن يصل إلى الجوف منه شيء فيكون سببا للفطر والله أعلم سائل آخر يسأل فيقول امرأة تقول اضطربت علي دورتي الشهرية فكيف أحسب أيام الحيض؟ والجواب ما ينزل عليك من الدماء في وقت الحيض فله حكم الحيض سواء كان قبل نزول دم الحيض المعروف متصلا به أو منفصلا عنه في نهايته أو قبل نزول علامات الطهري وإذا نزل الدم بعد أسبوعين من الطهري مثلا ولم يكن على صفة دم الحيض المعروفة فهذا ليس له حكم الحيض ولا يمنع من الصلاة ولا من الصوم إلى أن ينزل الحيض المعتاد عندك طيب إذا اضطربت عليك عادتك في الحيض واختلطت عليك صفات الدم فلم تميزي دم الحيض من غيره فاجعل حيضتك أقرب شيء إلى حيضتك المنتظمة واجعل ذلك في الوقت الذي كانت تأتيك فيه قبل أن يضطرب ثم اغتسلي وصلي بإذن الله عز وجل وإلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم بإذن الله عز وجل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة